طريق محفوف بالمخاطر في مديرية عبس بمحافظة حجة حلقة الوصل الوحيدة وشريان الحياة بين أربع مديريات قفل شمر والشاهل وأسلم وكعيدنا لم يتبقى من هذه الطريق سوى القليل بعد انهيار أجزاء كبيرة منه وتحول مساره من وسط الوادي يجزف أبناء المنطقة بالعبور من في الاتجاهين خاصة في المساء فلا بديل آخر أمامهم تتفاقم معاناتهم سنة تلو أخرى خاصة في موسم الأمطار التي يتعثر فيه السير على الطريق المتهالك منذ عامين وباعتباره شريان الحياة لهذه المديريات أصبح نقل المواد الغذائية والماء والمواد الأساسية الأخرى أمرا معقدا في ظل تهالك أساسات الطريق الذي تسبب بالكثير من الحوادث فقد فيها مسافرون حياتهم عبارات هدمت أسفل جرفته السيول وكل يوم يزداد الأمر سوءا خاصة مع تخوف المسافرين من السيول الجارفة من وادي القور الذي تصب فيه ثلاثة أودية تمر بعدد من المديريات مع موسم الأمطار الغازيرة وسط مناشدات بإصلاح الطريق وإعادة ترميمه قبل تفاقم الوضع غير أن الميليشية منشغلة بجمع الإتاوات ونهب الموارد ولا تلقي بالا لمعاناة المواطنين في مناطق سطوتها مشاهد توضح خطورة ما يكابده أبناء مديريات قفل الشمر والشاهل وأسلم وكعيدنا من معاناة تعرض حياتهم للخطر وتضعف من معاناة المرضى فبين الحرب والفقر سقطت العديد من الطرق من ذاكرة الإصلاح وقطعت أواصل المدن بقطع أغلبها فإلى متى تظل حياة أبناء هذه المديريات مرهونة بتجهل مأساتهم ومعاناتهم